النهاردة في النادي الاهلي شبه حسيم شبه حسيم التعاقد مع مدرب بورتغالي اسمه ريكاردو سوارس ريكاردو سوارس ده حكاية وقصة له تجارب كثيرة في بورتغال أو كلها في البرتغال مستو الوحيدة مستو الأكبر في رأيي أنه صغير في السن ويبدو كده أن الأهل اختاره عشان يبقى مشروع للنادي الأهلي مستقبلي لما تبصوا هشرح لكم كتير قوي للنادي الأهلي اختار المدرب ده هتعرف أنه فيه فرصة كبيرة أنه يبقى مدرب مميز أنه يبقى مدرب جيد أنه يبقى مدرب له كيمة في النادي الأهلي وربما يصنع تاريخ لا يقول عن تاريخ مدرب كان جاي أيضا مش اسمي كبير أو بلاش مش اسمي كبير بس مدربش فرق كبيرة زي منو الجوزي هو نفس الكصة أو قريبة أو حاجة شباهة هو مدرب إحساس الشخصي أنه هيبقى اختار جاي للنادي الأهلي بشرط المدرب أي مدرب في الدنيا يحب يجي يشتغل في ظروف هادئة وإجواء هادئة عشان يبدأ يطور من اللاعبين يبدأ يطور من طرق اللعب على فكرة هو الطريقة الأغلب اللي بيلعب بيها أربعة ثلاثة ثلاثة طريقة كالوس كيروش واللي لعب بيها شوية بيتسو موسيماني بالملازمة أربعة ثلاثة ثلاثة بس ده هيبقى محتاج وقت والأهم في رأي والأهم في رأي أنه ما يتحطش في مقارنة مع بيتسو موسيماني ليه؟ ليه؟ بيتسو موسيماني نجح نجاح باهر مع النادي الأهلي وكان له بعض الإخفاقات ولكن هو نجاحه الباهر هيفضل معلق في أزهان جماهين النادي الأهلي المدرب اللي جاي أو أي مدرب في العالم مش من الضروري أو مش من الصح أنك تطلب منه بشكل مباشر أنه ياخد بطولة طبعا هو جاي وعارف أنه النادي بطولات الأهلي بيسعى لكل البطولات بس قوله الأول أثبت للعب خلي اللعب شكله كويس خلي الفريق شكله كويس خلي النادي الأهلي فريق كبير كرويا كعته بمعنى إيه؟ بمعنى أنك تنزل قدام أي منافس تقدر تكسبه تقدر تبقى أنت الطرف الأقوى تقدر تبقى أنت الطرف المسيطر في تفاصيل كده هندردش فيها كتير تعالوا بقى أكلمكم أكتر على مدير الفني المحتمل للنادي الأهلي مدير الفني الجديد للنادي الأهلي سوارس والمناسبة قبل ما أكلمكم مهاردة عشان الحاجات دي بتفرم معي برضو هي حاجات شكلية مهمة عشان نعرف مين اللي جاي مصر ومين اللي هنقض معاه هو اسمه سوارس سين يعني بالأس آخر اسمه بالأس مش بالزاد مش زي لوي سوارز لوي سوارز طبعا انتوا عارفينه كان بلعب في برشونة ما اسموش سوارش هو سوارس هو اسمه كده مش عشان برضو أنا بفتي أو أنا مدرس لغة أنا دخلت زي كل الناس خش عجوة الترانسليت أشوف كده اسمه بالبرتغال ينطق ازاي فلقيته لوي سوارس عشان كل الحاجات الصحفية كلها من اجتهد عشان نعرف اسم الرجل عشان نوصله صح فلو لقيتها سوارز ده غلط لو لقيتها سوارش ده غلط هي سوارس بس نرجع بقى أو تعالوا أقولكو تفاصيل عن هذا المدرب اللي أعتقد اللي أعتقد لو نادي الآله أتم معاه رسميا التعاقد هتكون حاجة عظيمة جدا وطبعا ما فيش مدرب ضامن النجاح إلا لما يشتغل ريكارتو سوارس المدرب المحتمل الليه النادي الآله هو برتغالي عنده 47 سنة طريقة اللعب المفضل 4-3-3 وعنده تنوع في طرق اللاب وأبقى أحكي لكم في هذا النمر لم يكن لعبا مميزا حيث كانت غالبية مشاركاته مع فرق الدرجات الأدنى فيه البرتغال وشارك فيه 232 مباراة سجل فيهم 28 هدف بدأ مسارته التدريبية مبكرا وهو في سن 30 تولى تدريب فرق الدرجات الأدنى فيه البرتغال والبداية كانت مع كاكودوريس الذي ظل فيه قيادته لعامين ثم انتقل لفريق توركتينسي ومنه إلى تجارب أخرى سبق لريكاردو عن قادة فريق تسبورتيفو آفز الذي لعب له كهرباء قبل انضمامه لنادي الآله حيث يقاض فيه الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2017 تجربته الأبرز في مسارته التدريبية هذه الحالية مع فريق جيل فيسنتي الذي تولى تدريبه بداية من نوفمبر 2020 وبعقد يستمر حتى يونيو 2023 في شرط جازية فأعود على الفكرة وأعتقد هذا النادي لأهل اللي لا يستغل شرط جازية قليل يعني تقيمة 250 ألف دولار نجح ريكاردو سوارس في قياف فيسنتي لاحتلال المركز الخامس بالدول البرتغال الأول مرة في تاريخ النادي والتأهل به لبطول الدوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل خلال الموسم المنتهي فاز ريكاردو بلقب مدرب الشهر في الدوري البرتغالي لمرتين في الموسم الأخير مع بيسنتي لعب 34 مباراة فاز في 13 وتعادل في 12 وخسر 9 مواجهات وجمع 51 نقطة تسجل رقب باسمه فيه الدوري البرتغالي مع بيسنتي في الموسم المنقضي بتحقيق 12 مباراة متتالية دون خسارة في مجمع المشوار والاحترافي قادة 190 مباراة حقق الفوز في 69 وتعادل في 55 وخسر 66 لقاء لم يصبق لقاءه تدريب أي فريق خارج البرتغال ولم يحقق أي بطولة وأقصى إنجازاته هي المركز الخامس مع بيسنتي طيب ده مدرب كبير ده مدرب مش كبير في التاريخ كبير في التفاصيل اللي من جوه نهارده أنا بقرأ عن المدرب ده لقيت مثلا إنه أكتر مدرب عنده نسبة استحواز يعني بيقدر فريقه يبقى عنده نسبة استحواز في الدولة البرتغالية بعد التلاتة الكبار اللي هم مين بين فيكا وبورتو وسبورتينيش بونا هو أكتر فريق بيكسب الاستحواز بيحب الكرة الهجومية بيلعب كرة هجومية عنده كرة ممتعة عنده شخصية قوية دي الحاجات اللي اتقارت النهاردة عنه وشفناها وعرفناها عنه هتقول لي انت بتقول لي مدرب كبير وهينجح مع النهاردة الله أعلم أنا بقول لك إحساسي إنه يعني إيه مبشر خليلا نبقى الألفاظ واضح مبشر عشان وارد إنه ينجح وارد لا وارد إنه ينجح ووارد لا كل حاجة ممكنة سوارس هيكون موجود فيه مباراة الأهلي وسموحها اللي جاية هيشاهد المباراة من الملعب هياخد 220 ألف دولار هو وجهازه المعاون اللي هو مبدئيا كده مدرب أحمال وأيضا واحد من محلل الأداء وهيبقى معاه سامي أمسان وهيبقى معاه كابتن سائل عبد الحفيز ده مبدئيا ده مبدئيا تشكيل الجهاز الفني معاه بس لسه هو اللي هيختار وحتى كابتن سامي أمسان نسبة بقاوة مع النادي الأهلي هي 50-50 رغبة النادي الأهلي بقاوة كابتن سامي أمسان عشان أبقى واضح لسه هنشوف المدرب لسه هيشوف المدير الفني هيقعد مع كابتن سامي أمسان هيشوف إذا كان هو أصلا مع حد عايز يشتغل معاه ولا لأ كلها تفاصيل مهم اللي اشتغل في القصة دي كابتن سائل وحفيز وكابتن أمير توفيق مع كابتن حسام غيري وإدارة الكرة في النادي الأهلي عشان يتفاوضوا مع الراجل اللي هياخد زي ما تقول لكم 220 ألف دولار شهريا هو وجهازه المعاون دي التفاصيل حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة ربما الأيام اللي جاية بالمناسبة المهندس ياسي المنصور كمان كان من الأشخاص اللي هو رئيش شركة كرة القدم من الأشخاص اللي كانوا بيتفاوضوا مع هذا المدرب عرفنا كمان أن النادي الأهلي خاد رأي من والجوزي في هذا المدرب والراجل زكاه وقال إنه مدرب جاي ومدرب كويس ويفيد النادي الأهلي عشان عنده شخصية قوية وشخصية تضييق بالنادي الأهلي وله طموح كبير جدا الفترة اللي جاية ويه اتقال للناس في النادي الأهلي وهم بيسألوا عليه إنه ده بالنسبة للجمهين البرتغالية واحد من أهم الأسماء اللي بيولوا عليها جاية في التدريب في البرتغال يعني بيولوا عليه اسم كبير هم بتعاملوش معاه أنه هو مجرد مدرب ناشي أو لسه ما عملش حاجة وهم بتعاملوا معاه أنه هو مدرب بيخوف أو بيقلق أو بيقلق الفرق الكبير ده بالنسبة لي المدرب سوارس المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي بنقول المحتمل حتى هذه اللعظة إلى أن يأتي إلى الكاهرة ويقود المباراة الأولى هذه هي الصيغة الرسمية اللي ممكن نتحدث بها